وفي الخدمات المقدمة ولكن في قطاع الصحة أكد المخول بإدارة دائرة صحة صلاح الدين الصيدلاني خالد برهان رزوقي استلام 15 سيارة كبيرة محملة بالأدوية والمستلزمة الطبية ضمن توجهات الدائرة في توفير جميع العلاجات بعموم مستشفيات أقضية المحافظة وبينا رزوقي انتظار وجبات أخرى تشمل أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية بهدف تقديمها مجانا للمرضى والتخفيف من الأعباء المالية بسبب غلائها في الصيدليات الخارجية طبعا خلال هذه الأيام الأربع الماضية استلمنا أكثر من 15 سيارة كبيرة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية الأدوية شملت كافة أنواع الأمبولات والمستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات وكذلك الأدوية السرطانية استلمنا كميات كبيرة تم تسليمها إلى مركز السرطان كذلك استلمنا مواد طبية ومستلزمات خاصة بالعمليات من خيوط من كانيولات من أجهزة تعطاء بالكميات كبيرة جدا هذه طبعا تأتي من دعم معالي وزير الصحة ووزارة الصحة للدوائر وخاصة دائرتنا دائرة صحة صلاح الدين موقف العلاجي والدوائي موقف جيد جدا لدينا خزين أكثر الأدوية تكفينا لأكثر من ثلاثة أشهر موقف الدوائي حتى في المؤسسات الصحية متوفرة عندنا أنواع كبيرة من الأدوية وصلتنا أيضا إلى أنواع من المضادات الحياتية والأشربة وإن شاء الله خلال الأسبوع المقادم وعدونا إن شاء الله الوزارة سيتم تجهيزنا لسيارات بعدد أكبر من السيارات المحملة بالأدوية راح توصلنا إحنا عممنا على مؤسساتنا الصحية أنه بعد إن شاء الله جردها ويتم جردها ويكمال جردها راح يتم تسليمها إلى قسم سلمناها المؤسسات وقسم إن شاء الله راح تتم تسليمها خلال هاليومين المقبلين طبعا ضمن الخطة أنه نبني مخازن جديدة في أقسام الصيدلة في المستشفيات لأن فعلا أنا زرت أكثر من مؤسسة صحية في الأسبوع الماضي كانت زيارة إلى مستشفى العلم الطاقة الاستيعابية يعني ما تستوعب بعد أدوية أيضا الدور أيضا مستشفى بلد رغم أنه المخازن كبيرة مستشفى سامرة وصلتنا أدوية سرطانية متخصصة لأمراض السرطانية بكميات جيدة وأيضا وصلتنا أدوية خاصة بأمراض الكلة وزراعة الكلة لمرضى اللي زار عين كلة وصلتنا أيضا كمية جيدة وصلتنا كميات من أدوية اللي هي متخصصة بمرضى اللي عندهم مشاكل بالنمو اللي سلمناه إلى مستشفى تكريت التعليمي أيضا أدوية اللي خاصة بالتخثر كميات كبيرة جدا تم توزيعها إلى مؤسساتنا الصحية دكتور أخيرا نحن نقول بالعامية بعد مواطنين يشتري علاج من خارج المؤسسة الصحية طبعا هو هذا الهدف يعني هدف دائرة الصحة وهدف وزارة الصحة وضمن التوجيهات معالي الوزير وزير الصحة الدكتور صالح حسناوي أنه نصل إلى مرحلة جميع المرضى والمواطنين اللي يزورون مؤسساتنا الصحية ويراجعون مؤسساتنا الصحية يستلمون علاجاتهم مئة بالمئة الآن من خلال جولاتنا في كافة المراكز الصحية والمؤسسة الشبيعات نجد أنه كافة العلاجات متوفرة والمواطنين يستلمون علاجاتهم مئة بالمئة